نصبح عليكم مرة تانية وخلينا نصبح برضو على زملتنا دينا شرف ونروح لتعرف منها لأي آخر أخبار الطقس في العاصمة القهرة في بقى المحافظات وبرضو نسألها سؤال حلقتنا النهاردة صباح الفلع ليك يا دينا ازاي؟ صباح خير يا مصطفى صباح استعادة والتفالع على كل مصير في كل مكان قولي لي بقى وانت صغيرة كنت لعب رياضة؟ بصي هو أنا كنت بلعب يمكن ألعب بس ما كنتش باستمر بشكل كبير يعني جربت سباحة جربت كاراتي ما عرفش كانت بازهق أو ماليش في الرياضة يعني حد دلوقتي حتى مش في اللايف ستايل بتاعي ونفسي فعلا يدخل في حياتي الرياضة طب لو دلوقتي بقى بتفكري بعد ما نضكتي وشخصيتك بقت مختلفة ايه الرياضة اللي يعني حسة ان هي أقرب حاجة ليكي دلوقتي؟ هتعلم السباحة لاني ما بعرفش عوم وبحب الميا جدا يعني أنا ببقى زعلاني قوي ان أنا مش عارف عوم يعني بس أنا بعش الميا فعلا ومبقاش عارف عوم فلو فعلا لسه حتى من أسبوع كنت بقول أنا عايزة أتعلم سباحة يعني واحنا محدش كبر على ان هو يتعلم حاجة معينة خالص بس لانا سعيدة به ان احنا الأجيال دي بقى اضلنا بشكل كبير جدا نربي أولادنا على ان احنا نعلمهم الرياضة وتكون الرياضة دي شيء مهم جدا في اللايف ستايل في حياتهم هتلاقي كل الأمهات عندها معاد التمارين والتدريبات لأولادها دي معاد مقدس كل يوم بعد المدرسة أو حتى في الصيف بلعب يعني لعبة واحدة أو رياضة واحدة أو بيمارس رياضة واحدة ممكن كذا حاجة أسباحة أو كرة قدم لحد ما بيلاقي نفسه الطفل ده أو الولد في الحاجة اللي يحبها أنا فخورة بإني كأم كنت كده وكمان الأمهات كمان اللي حوالي يكون لهم في نفس الوقت ده مواصبين عليه يعني بالنسبة لنا التمارين دي ومعاد التدريبات حاجة مهمة ومقدسة جدا جدا زي المدرسة بالظبط فإحنا لما ربي الأجيال اللي جاي على رياضة وحب الرياضة وقد إن هي بتمارس دور كبير جدا في حياة الفرد مننا لأنها كمان بخليقها ده بيفكر بقى العقل السليم في الجسم السليم زي ما بنقول